موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام نحييكم إلى هذا اللقاء الجديد ضمن برنامجكم الأسبوعي جميع التكوين المتواصل وعند لقاء آخر في رحاب الجامعة موضوعنا لهذا اليوم سيتمحور حول من روافد العلوم الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي هو ذلك النمط العلمي الذي يتفاعل مع الإنسان اعتمادا على خوارزميات وقواعد رياضية لتقديم خدمات متنوعة للمجتمع هو النموذج التقنية الذي تتسابق إليه مختلف الدول والجزائرية الأخرى تقر أهمية تفعيل هذا المجال بغية تطوير القطاعات الاستراتيجية في بلدنا وهذا من خلال استغلال مخرجاتنا الجامعية ومخابر بحثنا وفي هذا الصدد نظمت جميع تضرار ثلاثاء الفارط ملتقى علمي تمحور عن سبل ترقية الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية الوطنية فما هي بواد تحسين وتطير هذا المجال في الجزائر وكيف يتم استغلاله أحسن استغلال والحديث في هذا الموضوع وإثرائه نتشرف باستقبال الضيوف يحضر معنا كل منها سيد مهدي يوسف أمين وهو مدير تقني لمؤسسة ناشئة UMT ومهندس دولة خريج المدرسة العليا لالإعلام الآلي أهلا بكم سيد مرحبا شكرا كما نستقبل كذلك سيدة الدكتورة قرباعي ياسمين ويستاذ في الاتصالات السلكية واللاسلكية ومعالجة المعلوماتية بجامعة محمد بقرة ببو مرداس أهلا بكم سيد مرحبا كما نتشرف أيضا باستقبال السيد شقار عبدالغاني الثعالبي وهو أخي الصائف ديناميك السوائل ومخترع لعدة أجهزة في مجال الطاقة والغاز والسلامة الهندسية كما هو أيضا كذلك عضو في اللجنة القطاعية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة الصناعة أهلا بكم سيد أهلا بك مرحبا مرحبا نستهل الحديث معكم في هذا الموضوع المهم جدا الذي يشغل الرأي العام ويشغل العديد منها الدول هو الذكاء الاصطناعي مجال هو ليس بجديد ولكنه يأخذ مجره بقوة في الأوينة الأخيرة يعني الجزائر هي الأخرى تسعى لتطويره تدريجيا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والله هذا من ضمن مواضيع الساعة لما نتكلم على الذكاء الاصطناعي أو نتكلم على نانو تكنولوجيا أو نتكلم على المعلومات كذلك لما نتكلم على الذكاء الكمي كذلك الذي هو آني حاليا فبالتالي تمسيطا فقط للموضوع أن هذا الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن معطيات ونظريات تستغل ذلك من أطر معينة مع الرياضيات والخوارزميات لكن ليس فقط إنما هي بحاجة إلى أمات أخرى وبحاجة إلى المنطق سفيق بالألالوجيك منطق هذا يكون مباشرة تعلق بالتقنية التي موجهة إليها هذا الذكاء الاصطناعي إذا كان ذكاء الاصطناعي موجه إلى المكننة لا ميكانيزاسيون لنك سلزة الطماتة فهذا عن طريق المجلسات عن طريق بعض البرامج التي يسطرها فهذا الذكاء الاصطناعي هو موضوع جديد قديم عرف في الخمسينيات ذكره عدة أساتدام بينهم جون مكارتي في الخمسينيات كذلك لكن هو موضوع قديم بالنسبة للنظر ناظر إلى العلم في العصور الوسطى كانت هناك بحوث التي أثبتت أن هذا الذكاء بدأ يأخذ المسار نحو الميادين العلمية والاصطناعية الشيء الذي مكن اليوم العالم من هذا الذكاء الاصطناعي وبسرعة فائقة هو تطور في مجال المكونات الإلكترونية في مجال الرقاقات الذكية هذا الشيء الذي مهد إلى هذا الذكاء الاصطناعي الذي يواكب ذكاء آخر ويسمى ذكاء الكمي أساتذة كثر وعلى غرار ديباك شوبرا في أستاذ كبير في أمريكا في الطب والنورولوجيا الذي تطور مفاهيم كثيرة مشات مع هذه الاستعمالات خاصة الاستعمالات الطبية عندما نتكلم على الذكاء الاصطناعي نتكلم على الذكاء المعلوماتي نتكلم على الاقتصاد المعرفة الذي مشابهنا إلى بما يسمى العملة الإلكترونية لبيتكوينت نتكلم على الذكاء الاصطناعي نتكلم على الطب الذي تطور أدوية في مجال لتيرابي سي بلي أدوية ذكية عندما نتكلم على الذكاء الاصطناعي نتكلم كذلك حول هذا الزخم الكبير الذي سيحوم حول النانو تكنولوجيا التي وصلت إلى الجيل الرابع اليوم الذي ممكن عن طريقها سنرى نتائج علمية مبهرة حول الكامل في الرياضيات والكامل في الفيزياء لذلك كل ما يكون في نمريك أكيد في كذلك جانب آخر مع سيدة قربائي نتحدث عن الجانب البداغوجي بالنسبة للطلب الجميعيين الذين هم كذلك أولى خاصة في المجال التقني يبحثون عن تطوير ذاتهم ومعارفهم في مجال الابتكارات وفي مجال الصناعات الجديدة والحديثة المبنية على المعرفة وهو فيه ربما بعض النماذج في جامعة بومردس نعم بالطبع في مجال نعم بالطبع للطبع للطبع نعم بالطبع للطبع للطبع نعم بالطبع للطبع للطبع نعم بالطبع للطبع 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 نعم بالطبع للطبع 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 نعم بالطبع للطبع 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 يجب أي واحد مننا ربما يعتقد حينما يسمع ذكاء الاصطناعي يتخيل مباشرة روبوت ولكن موراء هذا الروبوت برنامج وخوارزميات ولغات رتمية عديدة فيه تدخلات رياضية هي التي تسمح لهذا الروبوت أن يقوم بخدمة معينة أولا الحمد لله وصلاة السلام على رسول الله كما تفضلت قلت بالمجتمع الجزائري أو الطالب أو أي شخص يسمع بكلمة الذكاء الاصطناعي مباشرة يأتي في ذهن هذه الصورات المتطورة التي يقوم بحقرها كما الإنسان في الحقيقة الذكاء الاصطناعي يشمل عدة مجالات الذكاء الاصطناعي في رحوه هو عبارة عن بروسيسور عنده مموار فيها خوارزميات هذه الخوارزميات هي المخطع هذه اللاماشين الآلة هذه سواء روبوت أو حاسوب أو هاتف أو أي شيء تماما شيء يجب أن نربطها بروبوت كما رأي في مخيالاته هذا من الجهة من الجهة الثانية استعمالات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي نستطيع أن نطبقه في أي مجال يستطيع أن يأتي في بالك صحيح ذكاتي كرا هو غالب في المجال المعلوماتية أصلا هو يرتكز لأنه يرتكز على المعلومات لكن نقدر أن نطبقه في المجال الصحي نقدر أن نطبقه في المجال الأمن في عدة مجالات وما هو معمول به اليوم في العديد من الدول تستعمله في عدة مجالات طبعا الآن الدول المتقدمة سوف يتفع للمدن الذاكية كما أقول حتى السائرة في طريق النمو لانتكلم الدول المتقدمة بالضبط أصبحت هذه المدنة أولا المرحلة الأولى التي تعمل بها هي رقمانة كل شيء يعطلها انترنت كل شيء متصل بالانترنت حتى تتمكن هذا السيستام من كما أقول تراثها بالأيدي إن تراثتها في هذه المدينة بهذه المعلومات يستطيع أن يطلب الخوارزميات للدكاء الإصطناعي ولأن ربما بعض الأمثلة في ذلك كاميرات المراقبة المستعملة اليوم التي ربما تنظم مواقف السيارات يمكن استعمالها في أمور أمنية هناك مثال في هذا السياق يعني أن إنسوليسي آنفورماتيك يعني لبروفوزات هذا الحل الذي تفضلت به أنه مثلا في المراكز تجارية أو ولهذا الحل يعني جزائري هذا الحل يجب أن أقولك هو جزائري لديره ولكن للأسف هو ما هو ما بليكي في جزائر وهو ما بليكي في دول الخالج إن شاء الله أتمنى أن يكون بإذن الله تاني تطبيق هنا في جزائر هاد سوليسيون تهو على أشقائما مثلا في المراكز التجارية أو مواقف السيارات الفنادق الوين كاين مواقف السيارات كبار فيهم كاميرات مراقبة هادك الكاميرات المراقبية يتم استخدالهم في حسن كما قلو ترتيب السيارات وترتيب المواقف الاستفاف العشوائي تقضي عليه كما قلو كما قلو سيارة تدخل الكاميرات يشوفوها باستخدام لخوارزمية الدكا إصلاعي تاناليزي لديمونسيون المركبة أبعاد المركبة السرعة تاعها ما لا بلش الحجم التي ستطبيه في البرك وهي تخيير لها موقع توجه سيارة توجه سيارة تتعافي في البرك توجهها حتى يكون المساحة مستغلة لأقصى درجة وفي استعمال أحد أخر مثلا السيارة كما الموقف لا تقدر السيارة تكون داخل السيارة أحد أخرين بل تجيب لها الرؤية لأنه إنسان رأيه جاي أو سيارة أخرى يخرجها لا يرى سائر بالتالي يمكن أن تعرض هذه الكاميرات كما قلو تشير له باللي يجب أن توقف هناك شيئة لا ترى إنسان لو كانت تكمل ستتقيسه أو لا قدر الله هذا مثل بسيط بسيط من أنظمة الذكاء الاصطناعي كذلك مع السيد عبدالغاني شقار ثعالي بنا تحدث أيضا عن الإنسان بحد ذاته ربما يتعامل مع آلة وتعامل مع جهاز كومبيوتر ولكن اليوم الذكاء الاصطناعي أصبح لا يحاكي عقل الإنسان فقط بل في بعض الأحيان أذكى منه ودليل موجود وأمثلة عديدة ربما تذكر لنا بعضا منها تفضل سيدي والله حقيقة أن هذا الذكاء الاصطناعي الذي يمكن الإنسان والمجتمع من تقنية جديدة ربما تسهل عليه طرق عمل التي كانت ثقيلة إذا نظرنا لجنب الطبي نلاحظ أن هذا الذكاء الاصطناعي استعمل بقوة خاصة في التشخيص لأنه عن طريق الذكاء الاصطناعي ممكن نقارن ألاف بل مئة ألاف من الصور والأشعة لتشخيص المرض وتشخيص الحالة فهذا كان مجال كبير لكن الشيء ما نعرفه والذكاء الاصطناعي يستعمل الآن حاليا في مجالة أخرى تهمنا تهم يومياتنا في مجال الاقتصاد مثلا عندك السكونة بلا نيروسيونس التي تستعمل هذا الذكاء الاصطناعي التي توجيه الرغبات عند الإنسان باش الرغبات الاستهلاكية عند الإنسان عندك المجالات الأخرى الدراسة الأسواق اليوم من إمكانيات هذا الذكاء الاصطناعي أنه يمكننا من التعرف على اقتصاد أي بلد ربما في لحظات الناظر إلى اقتصاد أي بلد هو ليس بحاجة أنه يتعرف على أرقام تحال بي بي وسنة كذا اليوم الذكاء الاصطناعي يمكننا عن طريق المسح لقاعدة بيانات الملكية الفكرية والصناعية لكل بلد أننا نسطر المكنون المكنون السوقي الموجود في هذا البلد هذا الإمكانيات السوقية الإمكانيات تعاملية لهذا البلد نظرا للعلامات التجارية التي سجرت من طرف الناس السكنين في الوطن أو من طرف العالمات التجارية التي تسجل من خارج ذلك البلد لأنها وجدة سوق رائجة في ذلك البلد وكذلك هي براءات الاختراع التي تمكن بلدان من الاستحواذ على أسواق مستقبلية فبالتالي هذا الذكاء الاصطناعي يقيس حتى المستقبل على البلدان ربما الأسواق المالية تستعمل كثيرا للذكاء الاصطناعي لأخذ القرارات فيما يخص التعاملات المالية والبنكية وأنا نظرت إلى سوق من الأسواق الذي درسته كثيرا وهو السوق النفطي في آخر المطاف نشعر أن الذكاء الاصطناعي لديه وجود كبير وموثق في هذا المجل هنا في الجزائر الجامعة الجزائرية السياسة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر مشينا بعد النصائح التي قدمها الأساتذة والخبراء في هذا المجل في الجزائر صبحت الملكية الفكرية التي كانت قليلة في الجامعة ليمرأة متمكنين فيها الشباب والطلباء والأساتذة الحمد لله الشيء اللي يمكنهم أنهم ما يمشوش مباشرة إلى نشر أبحاثهم بل إلى حمايتها عن طريق بارعة الاكتراع ثم الذهاب إلى النشرة نحن نعرف أن بعض الاقتصاصات خاصة الطبية منها تفرض على الطالب أنه ينشر في ذات المجلة أو مجلتين إلى آخره لكن طريق التعلم كيفية الذهاب إلى بارعة الاكتراع ستمكن طالب من المحافظة على العمل الانتعام من جانب آخر اليوم نحن بحاجة إلى تطوير اللغات البرمجية هذه اللغات اللي ربما البعض يقول لك اللغة الإنجليزية فقط لا حتى اللغة العربية عندها مكانها واللغة الأمازيغية كذلك ويشتغل عليها حالياً خبراء وعلماء داخل وخارج الوطن اللي يمكنوا هذا المعجم عن اللغة العربية من الولوج إلى عالم الرقمنة ودليل على ذلك حتى اليوم جوجل على سبيل المثال تحتمد كيبورد يعني الراقنات بحروف أمازيغية بحروف عربية وهذا يدل على شيء ما يدل على توسع وتطور هذا المجال واللغات التي نحتاجها في حياتنا اليومية إذن مشاهدنا الكرام أترككم لمتابعة هذا الروبرتاج من إمضاء الزميلة سيهم جبارة حول الذكاء الاصطناعي ثم نعود إليكم قبل سنوات انضمت هاجر بن ميزيان إلى مجموعة عالمية تهتم بعالم الذكاء الاصطناعي هي اليوم تستحدث نادي علمي بالمدرسة العليا للإعلام الآلي فضاء تابع للمجتمع العالمي وهذه أول تظاهر للنادي نحن ندير هذا الإفنمان كما كانت نترى أول إفنمان سمينة AI Day 2020 لذلك نحن نترى أول إفنمان ولكننا نديره كل عام أول إفنمان هو أن يجعل نظرة على صراف AI في هذه الثالثة لكنها أول إفنمان يجعلني أن يجعلني أتحدث عن AI ويجعلني أتحدث عن ما أتحدث عن ما أتحدث عن AI في الطبيب وذلك أنا أعجب أن أتحدث ما أعلم للمشاهدة وأن ما أعلم لذلك ما أعلم كل ما أعلم يأتي حضور مكثف لطلبة قدموا من جامعات مختلفة خاصة منهم الذين يعملون على مشاريع وبحوث التخرج في مجال الذكاء الاصطناعي يطلبون مكثف يطلبون من جميع الثور في القدر بالنظار لأننا نتبادل منذ خلالان من إخاليتنا آخرين أعمل على الإمجاز реارتيعي ودينا على الأراضي ويشاركي أعمل في هذه الحياة لأنها جدت دائماً وتنفيدي أن يطلع على الإنجاز الإنجاز إنه مهمو عشان هم أننا في بعض التعليقات فأنا نستفيد هنا هذا الإمامن يمكن أن يأخذ نصنع تهيوري إلى تلك الأيام وعبادة في الدماء وأيضاً لا أحب ستجنة هنا ونحن نستطيع العمل لأن نصنع تهيوري لأن يجب أن نكون مرسخين في دينا لذلك نستطيع العمل ثلاث ورشات عمل تمت برمجتها وتكييفها حسب مستوى الطلب الحاضرين سكول اوف اي اي مجتمع دولي أنشأه طالب وصانع محتوى إلكتروني من الهند يستهدف أساسا إلى تقاسم الخبرة التعليمية في مجال الذكاء الاصطناعي بقى من الطلبة من مختلف الجامعات في التخصص الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي شيء مفرح جدا نتمنى دائما أن تتم وتتواصل هذه المبادرات ونتطور إلى الأحسن في هذا المجال وفي مياد أخرى مع سيد كذلك مهدي نتحدث عن ترقية الذكاء الاصطناعي في جانب آخر وشقها آخر يتعلق بالمصرف الإلكتروني والذي يعطي دفع جديد ونفس جديد بالنسبة خاصة اليوم نعرف المؤسسات الناشئة ويتعتمد بدرجة كبيرة على الصيرفة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية وبالتالي حينما تكون منظومة منسجمة يمكن أن نطور ونحسن أكثر وأكثر هذا المجال ممكن إضافة سيدك بالطبع هذه النقطة بالذات هذه النقطة حساسة بزاف علاش لأنه أولا كمعلا بنا حاليا يعني اقتصاد الدول الكبرى راه قائم على دي بلاتفورم تاع إي كوميرس نعطي لكم مثل موقع آلي إكس بآلي إكس برس موقع صيني نقول لك الشيف الرضافير تاعه يعني ميزانيات عدوة المجتمعة تريليونات الدولارات موقع أمازون موقع إي باي هذا هو الاقتصاد حاليا ولا يقوم على التجارة الإلكترونية المعرفة يعني على الرقم على مواقع التجارة الإلكترونية وإحنا لكي نتكلموا على التجارة الإلكترونية إي كوميرس ما تقدرش تحكي عليه أنت ما عندكش إي باي منت ما عندكش الدفع الإلكتروني إحنا في التزاهير عنا كيدي ماركت بليس عنا غير يحطوا بركة سلعة بصحة التعامل المالي ما يصراش إلكترونيا التعامل المالي روي يصر خارج خارج المراقبة الإلكترونية سبا أنت ما عندك حتى تراصة بليتي على التعاملات المالية يعني وهذا من خلال خبارة سيدي قد يضر حتى باقتصادنا هذا هو الأمر هذا هو الأمر الذي ينخرب اقتصاد الدولة كيف لا يكون لديك تراصة بليتي عن المال لأخر وين يذهب كيف يتعامل به لا لديك تراصة بليتي عندك غير ماركت بليس وكانها سوق سوداء سوق سوداء بمعنى الكلمة لذا كيف كي نستفادوا من القوة تفضل أستاذ مقبل وشخال دوكاتيك التسويق بكري كانوا يديروا إشهارات هكذا في تلفاز يتكللوا على تكرارات تعل الإشهار لكن دوكات لا لا دوكات كي نستفادوا بيبلي سيتي فيزي هو راه يعز فيك كما قلو تصفح في الإنترنت راه تنقر راه تكتب راه تحوس راه تكتب كلمات هو راه يعز فيك ووش راه تحوس هو يقترح لك ديراكت المنتج اللي ينتبه لك ما كوش تسنافه شغل راه هو دراسات تقدر تقول نفسانية عملت على واحد أخصائي نفساني باستخدام بطبيعة الحال عمليات هذي قاعد اللي راني نحكي فيها عمل دكاء الإصطيناعي يبربوزي لك انتايا برودوي لكو تنتايا شغل دخل فيه مخاك وجبدو كما قول نعم انتايا ذكات يدير لك دكاء إصطيناعي بعد تلحق للتجارة لا توجد مكانزمات لا لديك هذه الأرضية لتحقق بهذا كيف تستفاد من القوة هذه القوة لازم تكون عندك هذه الأرضية تجارة الإلكترونية لكي تستطيع تتحقق تتحقق ويجب أن تنعيش اقتصاد الجزائر بسيفة هذا ما نتمنى لأنه اليوم حتى الجزائر نظرتها الاستشرافية من خلال الوزارات التي استحدثت مؤخر وزارة المؤسسات الناشئة وزارة المؤسسات الصغيرة المتوسطة الرقمانة كل هذه الأمور الدولة بدرت بها من أجل آفاق حسنة مستقبلا في الميدان الاقتصادي مع السيدة كذلك الدكتورة قربائي نتكلم عن المقاييس التي يستفيد منها طلب الجمعيين لديكم في جامعة أبو مرداس هل فيه ربما بعض المقترحات لإضافة بعض المقاييس تساعدهم لتطوير وتحسين المنظمة هو المتوسط المقاييس بالطالب للطالب أن تكون جيدا في كل الانتليجيس التي يحسر على ال unders اللحظة أم محمد الملاحظ الرحل الاولي استأخداد المعلومات يحسر الطالب سيسأخد المعلومات يكون بصيفة إيماج أو بيديو أو النمط المعلومات. في دعوتي يكون المالتواجد المعلومات على الـ المشاهدين المعلومات ويتم تنحوها الثالثة من المعلومات على الإيان المعلومات. ثم يستخدمون الكود على هذه الميثود يجب أن يكون متخصص في هذه الموضول ثم يكون هذه الكلاسيفكات التي تقنع الإنتليجيزية حتى اللغة الإنجليزية كذلك المبنية حتى البرمجيات وإعادة التخزين وكل هذه العمليات التقنية تتطلب إيجادة اللغة الإنجليزية ليس مهم في الجانب التقني في الجانب التقني بالطبع أشطره كالرأي حيث كما قلت لك في الانتليجيزية التي يحقون بلزير تيماتيك يجب أن يتعلمونهم التعلم الطالب لكي يستطيع إيجادة لكي يكون موضوع ويكون موضوع ويجب أن يتعلم الطالب يجب أن يتعلم البرمجة ويتعلم اللغة الإنجليزية ويحسن نفسه في كل اللغة الإنجليزية وبخصوص البرمجيات يجب أن يكون متمكن في الألغوريثم ويجب أن يكونوا بأس ويجب أن يكونوا بأس ويجب أن يكونوا بأس في البرمجيات ويجب أن يستطيع هذه الإنجليزية في الانتليجيزية في الانتليجيزية يوجد كما قلت شكرا لهم unosٰٰ٠ المترجم. مثل كل تحديث من السمو إلى المدكين. حيث يتساعد على المدكين الإعادة بالطالب لأنه يكون لكي يمكن أن يكون لها للتعاون في مدكين على المدكين. المعنقر لإنطابة من المعنقرات لتعينيز أعطار عديد المعنقرات كل شيء في التعليقات hoy، ونبات التعليقات على الأحضار أيضاً من المعنقرات لتعليقات الرئيسة المالدي كانسيريز في منذ الإماج. هناك مجالات أخرى على تغير التعامل الدكتوريات أو تغير التعامل الدكتوريات إذا نحن نتعامل بمعنى الشيكة من الشيكة أو الشيكة من الشيكة من هذه الطلبة تعمل مشاريع معي أو مجموعة من مستقيا التعامل النتائج في كتابة الم opportunities لتحرك後 كي تخ 할� تسهل في البونوك للرock إلى التعاتف من العلاج المباشرة وتشاهد المنطعة استخدام كل شيء منيغ ببيع ورمي ويزارة على الدكوبي الذين يسموني وعرفة على تشاهد المعارنة ويس에서 تشاهد الن거 يمجحون كنثال ب также تشاهد اقتراحاتonomية ولدينا قاعدة ما شاء الله معنا الأستاذ الشاب الذي له طموح كذلك في ما يتعلق بيئة المؤسسات الناشئة والنشاطات في ميدان الذكاء الاصطناعي يعني كاقتراح فقط ربما حتى نختم مع الأستاذ كاقتراح فيما يتعلق بعض التوصيات لخبارات تحتاجونهم في مجال الذكاء الاصطناعي أنتم كمؤسسة ناشئة تحتاجون لكفاءات إلى يد عاملة تساهم معكم في بناء بعض المشاريع نحن كشركة ناشئة وكاين شركة وحدة أخرين صديقة نعرفهم كاينة مونك لزيكسبر في الضوامن للذكاء الاصطناعي تعانون منه حاليا نقص في الجزائر في الروبرتاج التي تفضلتها جوستو وقالوا باللي ما كاش بزاف هنا ما هو الاقتراح الذي يمكن أن تقدمه بين اقتراحات لقدرها حتى وزارة تعليم العالي تأخذوا بين اعتبار مثال تجامعة أبوظبي للذكاء الاصطناعي جامعة مخصصة للذكاء الاصطناعي لماذا نحن في بلدنا ندروا مدرسة مدرسة عليا أو لا يوجد جامعة كبيرة ندروا خاصة بالذكاء الاصطناعي يقررهم فيها مليحة لبعض لكي يخرجوا عنها قدمة كبيرة قدمة مليحة لنا لكن هذا الضمان هو المستقبل يعني لو كانوا يكونوا مليحة كبيرة يديروا لها مدرسة ويوجد حتى المقررات بوزارة تعليم العالي كتخصص في الماستر للذكاء الاصطناعي ولكن تتخصص عام يقرأ عام تتقصد مدرسة كاملة تكون في كل أطوار كما هادية اللي قتلك عليها جامعة أبوظبي يقرأوا خمس سنين فيها وفيها حتى الدكتورة خاصة غير بالذكاء الاصطناعي إن شاء الله دكاء الاصطناعي ليس شيء يتقرأ فيه عام ولا راه بحر أكيد لك المتأ كذلك على باقي الجامعات نعم هذا ما نتمنى إن شاء الله مستقبلون بإذن الله زاهر خاصة مع هذه الطاقات الشابة مع الطلبة الذين يسعون ويجتهدون لتطوير أشياء عديدة في مجال التكنولوجيا مع السيد كذلك عبدالغاني شقار الثعالي بيكان نقطة آخيرة كاقتراح لتطوير هذا المجال في الجزائر ولتحسين الصورة يعني على ما هي عليه اليوم فيه النشاطات عديدة فيه وزارات عديدة تنشط اليوم في هذا المجال وتوطي وتولي له اهتمام كبير جدا نحن نتمنى ونطلب المزيد كما يقال نتمنى دائما أن نتحسن ونحسن أحوالنا في هذا المجال من أجمل أشياء اللي الجزائر اليوم صبحت من يومياتها وهو مراجعة الذات في كل المجالة نحن نشوفها لأنه الجزائر الجديدة هذه اللي نستبشر بها خير إن شاء الله رأي تراجع في نفسها رأي تراجع في الأنماط رأي تراجع في الأطور اللي معمول بها دولي ومصلتنا رأي تراجع في الأنماط القديمة اللي أذرت بالجزائر باقتصاد الجزائر أذرت بالتعليم العالي وبحث العلمي في الجزائر هذه المراجعة هي اللي راح تجيب بالخير إن شاء الله لأن المؤهلات موجودة أنا أكد لك أخي العزيز أنا أكد لك أن المؤهلات وأنا في هذا المحيط اللي نشتغل فيها هو محيط المحيط العلمي مع زملاء كثر مع مخترعين كثر مع حاملة مسحة ابتكارية والله العظيم سيديهشوكا الشيء اللي قادر يجيبه الجزائري كخبرة كثقافة كتمكين حتى بالنسبة لتكنولوجيات الجديدة اللي ربما في دول أوروبية غير موجودة لأن هذا الميزة اللي موجودة عند البحث يجب استغلالها يجب استغلالها أحسن استغلالها إن شاء الله الأوطر إن شاء الله لا بد علينا أننا نمشي إلى الرواق الأخضر بالنسبة لحامل المشروع الابتكاري سواء كان مخترع أو حال المشروع الابتكاري إن شاء الله هذا ما نتمنى سيدي ودليل على ذلك الجزائريون متفوقون جدا في هذا المجال ومنتوجدون في كبرى الشركات كجوجل ياهو يعني شركات كبرى انتل لأنهم اليوم يتموقعون على مناصب مسؤولية عليا شكرا لكم ضيوفي الكرام على كل هذه التوضيحات وعلى هذه الإضافات فيما يتعلق بموضوع اليوم وهو من روافد العلوم الذكاء الاستناعي إذا المشاهدين الكرام نلتقي إن شاء الله في أعداد مقبلة مع مواضيع جديدة ضمن برنامجكم الأسبوعي جميع التكوين المتواصل نعود لزملاء في الأستوديو سهم ومونير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته